وليام مليك وليام وليام بيطر بيتر بيتر بعد مثول وليام نون أمام أمن الدولة عشرة من أصل 12 من بين أهالي ضحايا انفجار مرفق بيروت مثلوا اليوم أمام تحر بيروت فرفض كل من المحامي بيار جميل والمحامية سيسير روكوز لاستماع إلى إفادتهما متسلحين بالحصانة وغطاء نائبة المحامين بالمضمون التهمة هي الشغب والتخريب وتكسير زجاج مكاتب الأضاط كما التهديد بتفجير أصر العدل أما من ناحية الشكل فالأمور بثكنة بربر خازين فردا كانت مسهلة خاصة من بعد سلسلة من التدخلات السياسية والضغط على نطاق واسع أبرز من البطريارك المروني ففي حين دخل أهالي ضحايا انفجار المرفق برفقة المحامين بتمام الساعة 10 ونصف صباحا انتهت تحقيق معهم بعد ساعة فقط سابت كان عنده وليام محضرين محضر هون اللي انتقلوا فيه لهونيكي اللي هو تكسير الحجارة ومحضر أمن الدولة اللي هو تمام الخميس التصريح الإعلامي اللي قال فيه للريس روح بلدة البحر ووضحة الصورة كمان للريس وموضوع الديناميت وما الديناميت داهموا البيت ونبشوا مرهي عصاية بهذا البيت وأكيد ما عنده ديناميت ولا عنده نيترات والتالي تبين كمان أنه كل شيء قاله هو للتهويل وبطريقة عفوية للتراويل متما تعودنا على وليام بيقول أساس عفوية وما عم بيفكر غير بس أنه يصدر هذا الكرار الظني يتحول ملف على المجلس العدلة يصدر قرار وياخدوا حقهم بعد ساعة بتلس سنين وأربع سنين بعد انتهاء التحقيقات أعطى المحام العام الاستقنافة ببيروت القاضي زاهر إحمادة إشارة بإخلاق سبيل الجميع بعد إمضاء تعهد بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية مجدداً والالتزام بالتظاهرات السلمية هذا وقد تم نقل كل من وليام نونو بيتر بوصعب إلى أمن الدولة بالرمل البيضة للاستماع لهم وختم التحقيق كون الملف مجزأ لشئين بالتوازي مع التطورات القضائية وجه تجمع أهل المعطائلين نداء للشعب اللبناني ولسيما أهل الضحايا داعياً إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس بـ 19 كنون التاني الساعة 12 ظهراً أمام أصر العدل ببيروت وقال التجمع ببيان نحن أيضاً من أبناء هذا الوطن واجب على النواب كافة خصوصاً نواب المجتمع المدني يلي من المفترض أنهم بناصروا حقوق الإنسان ويلي وقفوا مع ويليا منون عن توقيفه إذ عليهم أن يقفوا إلى جانب المواطنين جميعاً دفاعاً عن حقوقهم من دون أي تمييز وذلك بمساندة قضيتهم والمطالبة برفع الظلم عنهم ورفض استمرار اعتقالهم التعصف الواضح كمثال صارخ على انتهاك حقوق الإنسان أشار التجمع إلى أن الإعلام والقضاء والسياسيين بيتحملوا المسئولية نتيجة وضع أهالي الضحايا مقابل أهالي المعتقالين نحن أهالي المعتقالين منعلوا رفضنا لهيدا الواقع ومنتضاماً مع أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار لأننا نشاركهم الظلم الواقع علينا أصوة بهم وقال تجمع أهالي المعتقالين أعلموا أن بعض القضاء وتهرباً من المسئولية يلي بيتحملها بشكل مباشر عن واقعة الانفجار عم يستغل ألمكن وحزنكن على مفقوديكم كما عم بقدم أبنائنا ككبش محرقة لذر الرماد بعيون الحقيقة يلي عم نبحث عنها جميعاً ورأى أنه على القضاء أن يحتكم للأنون بعيداً عن التسييس أو الشعبوية فليس بقاضي من يحكم بأهواءه مسيارة لجهة أو انتقاماً من أخرى مؤكداً أن العدالة لن تستقيم إلا بإطلاق الأبرياء وصوق المسئولين الفعليين عن الجريمة وطالب بالإفراج عن أبنائهم المعتقالين ظلماً خلافاً لكل الأوانين وبصورة فورية بعد ما يناهز ثلاث سنوات من الاعتقال التعصف والتعذيب ما يشكل أفزع وأبشع جريمة ضد الإنسانية بيرتكب بعض القضاء اللبناني تنفيذاً لمؤامرة سياسية دانية كما طلب من مجلس القضاء الأعلى ومن رئيسه أن يجد حلاً فورياً لإطلاقهم وقال كفتمادياً بالظلم والتعذيب والهروب من المسئولية